مرحبا بكم أعزائي الطلبة في حلقة جديدة من دورة تعلم اللغة الإنجليزية الصف الأول متوسط المنهج الجديد درسنا اليوم اليونت الثالث الدرس الثامن أنوان الدرس في أحد المرات قبل ما نبدأ بالدرس لا تنسى الاشتراك في غناة اليوتيوب فيجي الفيسبوك على استطاع سين مدرس اللغة الإنجليزية لمتابعة جميع حلقات دورة الأول متوسط نبدأ بالدرس يونت ثري لسن ايت اليونت الثالث الدرس الثامن انوان الدرس once upon a time في أحد المرات هذا أي شخص إذا أراد يروي قصة نحن نقول باللغة العربية كان يا ما كان فالonce upon a time بالضبط مثل فكرة الكان يا ما كان أو في أحد المرات يعني تستخدم بداية كل قصة إذا تريد تروي قصة بالفقرة الأولى يقول لي look at the pictures انظر إلى الصور Do you know this story? هل تعلم أو هل تعرف هذه القصة? Listen to the story and put the pictures in order استمعي للقصة ورتب الصور بالترتيب بالبداية منطيل مجموعة من الصور هاي الصور ادلي على قصة يقول لي استمع القصة إذن الأستاذ رح يقرأ القصة بداخل الصف والطلاب يستمعو له أو يقلق مقطع صوتي بداخل الصف لهذه القصة إذا متوفر المقاطع الصوتية طبعا لعدم توفر المقاطع الصوتية نقرأها على شكل مقطع نصي ونتعرف على القصة يقول لي once upon a time كان يا ما كان أو في أحد المرات There was a young shepherd كان هناك راعي صغير He was looking after his sheep وكان يعتني بغنمة In a field near small village في حقل بجانب قرية صغيرة And he was very bored وشعر بالملل I've done nothing all day لم أفعل شيء طوال اليوم He thought فكر بينو بين النفس قل لليوم أنا ما أسوأت أي شيء I've walked around this field ten times لقد صرت حول هذا الحق العشر مرات And I am bored وأنا أشعر بالملل هاي كلمة bored حاول سجنون عليها كلمة مهمة جدا معناها يشعر بالملل هاي أول كلمة Then he had an idea ثم خطرت له فكرة Idea معناها فكرة He run into the village ركض باتجاه القرية I've just seen a wall He shouted صرخ بأعلى صوته لقد رأيتوا ذئبا It has eaten one of my sheep لقد أكل إحدى خرافي The men of the village run to the field رجال القرية ركضوا باتجاه الحقل But the sheep were eating happily لكن الأغنام كانت تأكل بسعادة And there was no wolf ولم يكن هناك ذئ The shepherd loved loudly وضحك الرائي هذا بصوت عالي يعني نصب عليهم That's not funny One of the men said Angle قال أحد الرجال بغضب Angle اللي أخذناها بالدرس السابق قال أحد الرجال بغضب هذا ليس مضحكا The next day The shepherd did the same thing ثاني يوم الرائي هذا الرائي الصغير فعل نفس الشي Help Help He shouted صرخ بأعلى صوته ساعدوني A wolf has eaten one of my sheep الذئب أكل أحدى خرافي Come quickly تعالوا بسرعة Oh no Not again Said one of the men قال أحد الرجال كلا ليست مرة أخرى يعني بعد متابر علينا But we have to go لكن علينا أن نذهب Said another قال رجل آخر لازم إحنا نروح خلوا نشوف جوز إذا يحتي صدق هالمرة And they run to the field ركضوا باتجاه الحقل Again the sheep were eating happily و مرة أخرى كانت الخراف تأكل بسعادة There was no wolf ولم يكن هنا لك ذئب The shepherd did this the next day وفقام الرائي بفعل هذا الشي مرة أخرى في اليوم التالي And the next day واليوم الذي تلاه On the fifth day في اليوم الخامس He was watching his sheep again في اليوم الخامس كان يرعى غنمه ورأى a wolf ذئب It's just taking one of my sheep الذئب لقد أخذ أحدى خرافي للتاو Oh no not this time We don't believe you قال رحنا بعد ما رح نصدقك We don't believe you And we don't believe you And we don't believe you Said one of the men of the village قال أحد الرجال اللي بالقرية But it's true Said the shepherd قال الرائي لكن هذه المرة حقيقة The man spoken again الرجل تحدث مرة أخرى We do not believe you نحن لا نصدقك He said slowly and angrily قالها بغضب وببطء Go away اذهب بعيدا The shepherd went back to the field عاد الرائي إلى الحقل All of his sheep were dead كل خرافة كانت ميتة Dead معناها ميت He sat down on a stone جلس على صخرة And cried sadly وبكأ بحزن إذن هذا ما يخص القطعة لاحظنا أن هذه القطعة مرة علينا سابقا إذا تعرفون أغنية شاب الكذاب بنفس الفكرة إحنا هذه القصة مرة علينا سابقا بنفس الفكرة لكنها المرة باللغة الإنجليزية وراها بالفقرة الثانية يقول لي What do you think these words mean ماذا تعني هذه الكلمات إحنا أخذنا أغلب هذه الكلمات أثناء شرح القصة shepherd معناها راعي bored معناها يشعر بالملل funny معناها مضحك sheep معناها خروف wolf معناها ذئب و dead معناها ميت الآن رح يسألني السؤال يقول لي Which of these does the story tell أي من هذه الجمل أو هذه العبارات القصة تخبرها يعني القصة تهتعان شنو منطني 3 اختيارات do not laugh at people لا تضحك على الناس do not tell a lie لا تقول كذب do wolves are dangerous do the app خطيرة الثلاث جمل صحيحات لكن أكثر وحدة صحيحة الفكرة أو المغزى من القصة إنه إحنا ما يصير نشذب لأن إذا شذبنا وبالتالي ما أحد رح يصدقنا ورح نوقع بمشكلة أكبر هذا ما يخص قصة الراعي هذا مجرد نشاط صفي لستاذيالك مقطع صوتي بداخل الصف أو هو يقرأ هذه القصة ويطلب من الطلاب أن ينتبهوا لها يفتهمون معانيها بعد قليل رح تفيدنا القصة بحل أغلب أنشطة الكتاب فمثلا تمرير الرقم واحد يقول لي يقول لي يستمع للقصة استمعنا لها وافتهمناها في كتاب الطالب مرة أخرى واجب على الأسئلة التالية يقول لك فقط رؤوس نقاطي فقط جاوب الجواب قصير كيف شعر الراعي بالبداية كان يشعر الراعي كان يشعر بالملل فأقول يشعر بالملل إش قال بالبداية قال إن الذئب يأكل غنما أو يأكل أحد غنما هل هذا صحيح؟ بالطبع بالبداية أربع مرات كذب لم يكن صادقا ماذا كان الغنم يفعل عندما وصلوا الرجال إلى الحقل؟ بالبداية لما نكذب الغنم كان يسوي كان يأكل بسعادة فأقول كانت الغنمات تأكل بسعادة كم عدد المرات ذهبوا إلى الحقل؟ نكرنا بالقصة أنه ذهبوا أربع مرات لكن باليوم الخامس لما صارت إن شاء الله صدق بعد ما راحوا له لأن بعد ما يصدقون به هل هم رأوا الذئب؟ بالأربع مرات الراحة كان يشذب عليهم فبالتالي هم بالأربع مرات اللي راحوا ما شافوا ذئب بالمرة الخامسة اللي بالحقيقة هو إجا ذئب ما راحوا له اللي بالتالي هم ما شافوا الذئب إذن أقول No they didn't What did the shepherd see on the fifth day ما الذي رأاه الراعي في اليوم الخامس باليوم الخامس الليوم اللي ما كذب به شن اللي شافه شاف الذئب He saw a wolf Why did the men not go to the field لماذا لم يذهب الرجال إلى الحقل؟ لأن ما صدقوا باليوم الخامس ما صدقوا لما يقل لهم أنه الذئب يأكل بالغنم فأقول They thought the shepherd was lying أما أقول هم اعتقدوا بأن الراعي كان يكذب أو أقول They don't believe in him لا يصدقوه لا يؤمنون بكلامه Why did the shepherd cry لماذا بكى الرعي في نهاية القصة لماذا الرعي بك؟ لأن أولا ما صدقه ما راحه وساده وثانيا لأن كل غنماته ماتت فأقول Because the wolf has eaten his sheep لأن الذئب أكل غنمه أو أقول The sheep were dead لأن الغنم كان ميت كل غنماته كان ميتات هذا ما يخصت من الرقم واحد هذه الأسئلة أسئلة مهمة كالتحضير يومي يسهلها الأستاذ بطريقة شفوية بداخل الصف أما بالامتحان التحرير والامتحان الشفوي فهي غير مهمة منتقل إلى تمرير رقم اثنين Read the story about the shepherd يقول لك أقرأ هذه القصة عن الراعي نفسية القصة لكن هالمرة منطيني كلمات ناقصة تقدر تمليها بالكلمات المناسبة يعني على سبيل المثال أقول once upon a time في أحد المرات there was كان هناك أقول shepherd كان هناك راعي he was فراغ لقد كان فراغ شان يسوي كان يشعر بالملل فأقول he was bored كان يشعر بالملل فراغ nothing all day فراغ أي شيء طوال اليوم شنو كلمة المناسبة للفراغ أقول I've done nothing لما أفعل شيء طوال اليوم I've done nothing all day لما أفعل شيء طوال اليوم he said قال بينه بين نفسه then he had an فراغ ثم خطرت له فكرة أقول idea then he had an idea ثم خطرت له فكرة he run into the village ركض باتجاه القرية and shouted وصرخ a wolf فراغ الذئب فراغ شنو كلمة المناسبة للفراغ أقول a wolf has eaten الذئب أكل my sheep أكل الغنبات the men of the village فراغ رجال القرية فراغ شنو كلمة المناسبة للفراغ ركضوا باتجاه الحقل فقول run to the field ركضوا باتجاه الحقل but there was no فراغ لكن لم يكن هنالك فراغ شنو كلمة المناسبة للفراغ كلمة wolf لم يكن هنالك هذا and the sheep were eating فراغ والغنم كانت تأكل فراغ شنو كلمة المناسبة للفراغ كلمة happily بسعادة كانت تأكل بسعادة وراها the shepherd loved فراغ ضحك رائي فراغ شنو كلمة المناسبة للفراغ ضحك بصوت عالي فقول loudly that's not فراغ هذا ليس فراغ one of them said قال أحد الرجال إشقال قال هذا ليس مضحكا that's not funny قال ها فراغ شنو كلمة المناسبة للفراغ قال لها بغضب angerly أخذناها سابقا the shepherd did this فراغ times الراعي فعل هذا الشيء فراغ مرات كم مرة أربع مرات فأقول four times أربع مرات and the men went to the field every time ويذهب هؤلاء الرجال إلى القرية إلى الحقل في كل مرة on the فراغ day في اليوم الخامس fifth في اليوم الخامس the shepherd saw a wolf رأى هذا الراعي ذئبا حقيقيا هذه المرة near his sheep بالقرب من خرافة he ran to the village ركض باتجاه القرية come فراغ he said قال قال تعالوا بسرعة فشنو كلمة كوكلي تعالوا بسرعة I've فراغ لقد فراغ شنو كلمة المناسبة فراغ لقد رأيت ذئبا I've seen a wolf لقد رأيت ذئبا we فراغ said one of the men قال أحد الرجال بعد ما أجاههم باليوم الخامس قال we don't believe in you نحن لا نثق بك we don't believe you نحن لا نثق بك لا نصدقك قال أحد الرجال and they فراغ وهم فراغ شنو كلمة نناسب الفراغ لم يذهبوا إلى الحقل فقول they didn't go to the field ولم يذهبوا هذه المرة إلى الحقل The shepherd went back فراغ الرائي عاد فراغ عاد شنو عاد للحقل to the field عاد إلى الحقل all of his فراغ where فراغ جميع الفراغ شنو يكن ننسب فراغ جميع الخراف all of his جميع خراف where كانت شبيه dead كانت ميتة he sat down and cried جلس وبكى بكى بحزن فأقول sadly هذا مع الخص تمرين رقم 200 تمرين بسيط جدا من خلال الطلاب يفهمون القصة يملون الفراغات المناسبة لهذه القصة طلاب من الممكن بنسبة غائلة من الممكن يجين أحد جمل هذا التمرين بسؤال الإسقاطات لكن ما يجي أنه أنت تطيل الكلمة من عندك وإنما مثلا على سم مثال جاب لهذه الجملة كلمتها في لي يشيلها يخلي ليها بأعلى التمرين يقول لك أسقط الكلمة بالفراغ المناسب إلها بسؤال الإسقاطات لكن نادرا يجي لأن شوية بي بعض الصعوبة وراها تمرين رقم 3 write your own story اكتب قصتك الخاصة with a partner write a short story about a boy or girl who tells lies يقول لك مع زميلك أنت وزميلك حاول تكتبون قصة عن ولد أو ابنية دائما يشذبون بيقين ابدأ القصة كالعادة once upon a time مرة من المرات أو كان أو ما كان أنه بعد بلش أكتب المعلومات what has he done or seen or heard ما الذي قام برؤيته بفعل بالاستماع إلي is it true هل كهذا حقيقي do people believe they the boy or girl هل يثق الناس هل يصدق الناس بهذا الولد الذي تتحشى عنه أو البنية الذي تتحشى عنها what happened at the end ما الذي حدث في النهاية how does the boy or girl feel كيف شعرت هذه الفتاة العاخرية الآن رح نجي نكتب قبل ما نكتب هذا المقطع النص اللي طلب من عندنا طلاب هذا التمرين يعتبر إنشاء الوحدة الثالثة مهم جدا 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 بالامتحان التحريري حاولوا تسجلوا بالدفتر وتحفظوه لأنها مطلوب بالامتحان التحريري أنا بالمزمة النسخة القديمة ذاكر أنه هذا فقط نشاط لتطوير مهارة الكتابة لكن سأشروا كذلك أنه هذا إنشاء الوحدة الثالثة لأن أغلب الأساتذة يتمثوه كإنشاء مهم بالامتحان التحريري فرح نقرأ المقطع النص اللي كاتبيه حاولوا سجلوا بالدفتر وتحفظوه لأنه يعتبر إنشاء وحدة الثالثة أقول على سبيل المثال في أحد المرات كان هناك فتاة يدعى أحمد كان يحب السباحة واعتاد على أن يذهب إلى النهر مع أصدقائي في ذلك اليوم خطرت له فكرة عندما بدأت عندما بدأ بالسباحة صرخ صرخ بأعلى صوتي ساعدوني النجدة أنا أغرب ركض الأصدقاء باتجاه وكان يضحك قلهم أنا أستطيع أن أسبح ببضراعة بشكل جيد قال وبعد مدة أسبوع ذهبوا إلى نفس النهر وكانت هناك موجة قوية قادمة وكان أحمد على وشك الغرق صرخ ساعدوني أنا أغرب هذا المرة لا يؤمن لكن في هذه المرة لم يصدقه أحد وكان يسرح وغرق بالعمق ثم أصدقائه ركضوا باتجاهه لكن أصدقائه ركضوا باتجاهه لأنه اختفى أنقذوا حياته أنقذوا حياته أخبروه أصدقائه لا تصدقائه لأنك ستسرح في المرة القادمة سوف تخسر حياتك يعني لما لاحقك بآخر نفس من الممكن أن تغرق وتخسر حياتك بسبب كذبة أنت كذبتها سابقا هذا ما يخص تمرين رقم ثلاثة تمرين مهم جدا جدا بالامتحان التحريري حاولوا سجلوا هذا الإنشاء بالدفتر وتحفظوه لأنه مهم جدا بالامتحان التحريري بسؤال الإنشاء هذا ما يخص درسنا لهذا اليوم لاحظنا أنه درس بسيط جدا ببداية قصة عن الراعي الكذاب قرأها الأستاذ بداخل الصف وضح مفرداتها طلب من الطلاب أن يسوموا قصة خاصة بهم حل كتاب النشاط الأسئلة المتعلقة بهذه القصة أسئلة شفوية كتحضير يوم بداخل الصف وكذلك مليون الفراغات المتعلقة بالقصة أما بتمرين رقم ثلاثة كان تمرين مهم جدا اللي يعتبر إن شاء الوحدة الثالثة اللي يضمن الطالب أن يكتب قصة من خياله عن الشخص يكذب سواء كان ولد أو بنت ختاما شكرا لمتابعتكم للفيديو أي سؤال أو استفسار أو إضافة تحبون أن تقدموها تقدمون تتواصل مع الحسابات الموجودة معكم على الشاشة شكرا للمشاهدة